أهلا بكم مشاهدينا قالت الحكومة المصرية أن الاحتياطات الاستراتيجية من القمح في البلاد تكفي لخمسة أشهر من الاستهلاك المحلي وضف بيان حكومي أن كمية القمح المستورد بلغت ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف طن نهاية موسم الحصاد للعام الجاري وتستهلك مصر سنويا نحو عشرين مليون طن من القمح وتستورد قرابة نصف هذه الكمية لتغطية العجز في الإنتاج المحلي إلى العراق حيث قالت وزارة الزراع أن القطاع الخاص المحلي بات قادرا على شراء وتسويق وتصدير التمور وتوقعت الوزارة تطور حاصلة إنتاج التمور وجودتها للموسم الحالي بفضل تمكن البلد النفطي مكافحة الآفات الزراعية التي كانت تلحق الدرر بالنخيل وأكدت الوزارة أنها ماضية قدما في عملية تعفير التمور الكفيلة بتصدير المنتج خاليا من الحشرات والأمراض ترجمة نانسي قنقر